الله ظاهر في ارشاده اخر حاجه اقولها لكم قبل ما نطلع فاصل ويمكن تتضايقوا مني شوية انما كمان الله ظاهر في غضبه الله ظاهر في غضبه يا ابونا ما انت كنت بتقول لنا كلام كويس اقول لكم ماشي بس تعالوا ناخد الصورة كلها فاكرين الحية النحاسية فاكرينها فاكرين القصة الجميلة بتاعتها الحية انا كنت بتكلم مع انسان كان مريض بالكورونا وكان تعب قوي وقعد يمكن شهر في المستشفى وخرج من المستشفى هو صديق لي وحبيبي وبعدين بتكلم مسألة عليه قال لي يا ابونا ده انا خرج بقى لي عشرة ايام يمكن ولسه على الاكسجين قال لي يا ابونا احنا محتاجين الحية النحاسية قلت له ما هو موجود الصليب اهو علامة الخلاص ايه قصة الحية النحاسية شعب غضب يعني اخضب ربنا وتمرد فراح ربنا ارسل حيات ايوه هو الكتاب اللي بيقول الكلام دوت هو ربنا مش من محبته لينا انه احيان يغضب علينا عشان يصلح مصالتنا وبعدين يقول بولس برضو لانه يقول ايه لانه غضب الله معلن على جميع فجور الناس ده عهد جديد مش بس عهد قديم لكن ربنا ارسل لهم قال لي موسى يلا اعمل حاجه اسمها حية نحاسية كده علامة شبه علامة كده اللي هي تمثل الصليب قالوا كل اللي بص للحية نحاسية يبرق من لدغ الحية يقول هيا دي اللي انقذتنا علامة الله صلح الصليب اذا الله ايضا ظاهر في غضبه احيان كتير ناس ما بتحبش الكلمه دي او لا تؤمن بيها ايا كان بس ده انجيل وده كتاب مقدس غضب الله معلن على جميع فجور الناس الذين ابضلوا الاثم بالحق ودي مش حاجه تعيب الهنا لأ زي ما جوا مشاعر فرح احيان يكون جوا مشاعر غضب مش عشان ان الانسان يقسر حريته اللي هو الدهاله اساسا انما لما نبدل الوصية ونخلي الحق اثم والاثم حق الله ظاهر ايضا في غضبه ويمكن ناس كتيره شايفه اللي احنا فيه ده هو اعلان عن وجود الله لما الانسان يفهم حجمه امام حجم الله اذا يا احبائي الله ظاهر ايوه ربنا ظاهر في حياتنا ومحدش فينا يقول ربنا مش موجود يمكن لما بعد الفاصل نتكلم ونقول احنا ليه بقى مش بنشوفه احنا ليه مش واغدين بالنا منه هو ليه مش باين لنا لكن هو ظاهر ايوه الله ظاهر في قدسيه الابرار اللي عشنا في وسطيه ومعاشه في وسطينا الله ظاهر في استجابته لينا الله ظاهر في ارشاده وفي كلماته اللي بتوحتنا الله كمان ظاهر في غضبه اللي احنا يعلن عنه هناخد فاصل ونكمل كلامنا عن ظهور ربنا في حياتنا